مع استمرار العمليات العسكرية في الجانب الأيمن لبنينة الموسل العراقية لما يقرب من 90 يوما قام مراسلنا برحلة من أربيل إلى المنطقة الجانب الأيمن لمدينة الموسل تفاصيل هذه الرحلة نشاهدها في تكرير التالي تبعد مدينة أربيل 80 كم تقريبا على شرق الموسل وعادة ما تستغرق الرحلة بالسيارة بين المدينتين نحو ساعتين لكن بسبب عدم إعادة فتح الجسور كان لابد على المراسل العبورة بالنهر جنوب الموسل وثم تواجه باتجاه مناطق الجانب الأيمن وعلى الطريق جنوبا مر المراسل بمنطقة الحمدانية المحررة من قبل الجيش العراقي من قبضة داعش لكن أعمال التنظيف هناك لم تكتمل بعد ومع الاقتراب من الجسر الجنوبي الموسل ازدادت السيارات المدنية بشكل ملحوط حيث اصطفت سيارات العائلات أمام نقطة التفتيش فضلا عن العائلات العائدة إلى مناطق الجانب الأيمن هناك العديد من العائلات تمر بالجسر لتصل إلى مخيمات جنوب غرب الموسل أو لإيجاد مساكن أخرى أو أقاربهم الذين فقدوا جراء الحرب وبعد المرور بالجسر أصبح الوضع خطيرا نسبيا إذا فطن إلى تواجد عدد كبير من العربات العسكرية وعلى جانبي الطريق يمكن رؤية بعض المواطنين الذين تم إنقاذهم من قبل الجيش ومع دخول المراسل المنطقة بمساعدة عربات الشرطة الاتحادية بدت أثار الحرب واضحة على المباني والطرقات ترجمة نانسي قنقر